كنت في الأول أحب أسأل حضرتك طبعا عن رؤية حضرتكم لأنكم خلاص سلمتم الأجندة أو ورقة الأولويات للأكاديمية الوطنية للتدريب وقبل الخض في تفاصيل هذه الأولويات كنت عايز أعرف من حضرتك التجهيزات والاستعدادات اللي حضرتكم قمت بها علشان توصلوا لهذه الورقة وإيه أبرز الملاحظات اللي أنتم تعرضتوا إليها وأنتم تتوصلوا لهذه الورقة طيب إحنا بداية نبدأ بالرؤية يعني هم كان إحنا لنا رؤية فيما يخص الحوار الوطني أو رؤيتنا للمرحلة الأولويات المرحلة القادمة وهي بتتمثل في العملية التكاملية ما بين الاقتصاد والسياسي إحنا مهتمين جدا ومؤمنين أن التنمية الاقتصادية تمام هي دي اللي هتقدر تخلينا نقدر نشتغل على بيئة المحاور بأرياحية ونقدر نحن نخط فيها إيه تغيرات في كل الملفات ديت فمن هذا المنطلق بدأينا نشتغل على من ساعة مجالنا التكتيف أن نشتغل بحاجة زي كده بدأينا نشتغل على ثلاث محاور أول محور منهم اللي هو ليه علاقة بالأمانات النوعية في الحزب وده بدأ يطلع منهم مخرج الأمانات النوعية في الحزب يتبقى زيها زي الوزارات هي تخصصات في كل المجالات وبيبقى قائم عليها ناس متخصصة جدا وفنية في المجال الجزء الثاني ليه علاقة بالهيئتين البرنامجتين بالنسبة للحزب ده تعمل ورش عامل بالنسبة للهيئات وبالنسبة للتمثيل الميابي زي ما احنا منبقى عارفين بيبقى السادة النواب متواجدين في لجانهم معصرين الموقف اللي بيحصل فيه التطورات فبالتالي بيبقى في كل ملف عندهم زي ما منقول عن كرب ايه المشاكل و ايه الطرحات الميادة نشتغل عليه الجزء اللي احنا منعتبره مهم جدا وده هو ده اللي يمكن اللي بيخلف فكرة ان احنا بقى عندنا أحوار وطني عن عندنا أحوار اللي علاقة بالأحزاب اللي هي فكرة المشاركة نفسها بتاعة المواطن الطبيعي الحزب عندنا بتميز ان احنا موجودين في كل المحافظات من مقاراتنا وتشكيلاتنا موجودين مش بس كده على مستوى المحافظات احنا موجودين على مستوى المراكز وعلى مستوى الكرة فبالتالي احنا بدأنا من أول المراكز في المرحلة العالمية ابتدأ يتعمل ورش عمل على مستوى المراكز يبدأ يطلع بيها بالمقترحات المراكز قدمت للمحافظات المحافظات بدأت تختصر الطرحات اللي جات من على مستوى المراكز لحد ما وصلنا بالآخر بالأيه للأمانة المركزية الأمانة المركزية قدرت تلم كل من هو جيه من الجمهور بالإضافة للي جيه من الأمانات النوعية عندنا مع الهيئات البرلمانية وطلعنا بوراقة العمل وراءة العمل عن ثلاث محاور رئيسية اللي احنا متكلم فيهم طبعا المحور الاقتصادي والمحور السياسي والوحر المجتمعي مش بس كده احنا كمان اتكلمنا في عملية الإجرائية شايفينها عايزة ازاي لان العملية الإجرائية دي كنا بنتكلم هل الفترة تبقى دايه نعايزين فترة أسيرة عشان نقدر نحنا يبقى الحوار ياخد حقه في ان احنا نقدر نعمل التروحات ديات وفي نفس الوقت مش وقت طويل جدا فكرة ان يبقى فيه نوع من انواع الليحة اللي هتدير هذا الحوار واخيرا وينكن دا حاجة احنا اكتبصناها من القيادة السياسية في المرحلة اللي فاتت فكرة الاولويات وفكرة الموبولارات عشان كده ما جئنا نحط المحاور بتلاني نحط برامج كمان بتلاني نحط مشروعات لان احنا منيجي نشتغل النهاردة على ملف وينكن زي ما بولك احنا اكتبصنا دا من خلال الثمان سنين دا حاجة مثلا زي الصحة مثلا كان في مبادرة 100 مليون صحة فاحنا النهاردة اه ملف الصحة احنا عندنا فيه اولويات بس هياخد فترة طويلة عبال من نبدأ ان احنا نقدر ايه نشتغل على ملف ككل فبالتالي فكرة المشروعات وفكرة المبادرات اللي بتخش في ملف ما تحل وتعادل حاجة من جزرها دي برضو احنا ايه قدمنا بالمكترحات في حاجة زي كده عشان يبقى لو وصلنا بهذه الاولويات يلقوا عندنا برضو في ملفات اخرى عندنا مشروعات طيب سيادة النهيب يعني خليني اتكلم مع حضرتك بشكل اكثر تفصيلا عن الحضرتك ذكرت ويمكن في بداية حديثك قلت انه الرؤية اللي وضعتها وضعها حزب حماية وطن يعني يدور حول رؤية تكاملية اقتصادية سياسية والبيان اللي صدر من الحزب انه سيتم وضع حلول مبتكرة لهذه المحاور عايزين نتكلم مع حضرتك ماذا تعنوا بالحلول المبتكرة احنا كنا بتتكلم على حلول خارج الصندوق يا فندي طيب حلول خارج الصندوق من ناحية الجزئية الاقتصادية وهو ده اللي يمكن احنا اكتبصنا من فكرة ان احنا متواجدين مع الجمهور ومتواجدين مع ناس وعندنا ناس مسؤولة عن الملف بشكل فني لان فيه يمكن ساعة حاجات تسئل هل النهاردة الدولة محتاجة حلول فنية هل الدولة النهاردة ما عندهاش مثلا من الكوادر انها تقدر بحلول فنية لا بنقول لا مشاركة الجمهور هنا مهمة ليه انه دايما لما تيجي بتحطي اي نوع من النوع الاستراتيجية نوع تطبيقها في الاخر بتبقى محتاجة يبقى فيه مرجوع منها والارض زي ما يقول دي الناس اللي اياه شغالة النهاردة بقديها دي الناس اللي شايفها المعاقات فمهمة اوي ان احنا يبقى عندنا عملية زي ما يقول او حاجة زي كده الاستراتيجية اللي اتحطت عشان نقدر نتلعب مقترحات افضل وده خلانا قادرين على ان احنا نطلع حلول مختلفة تماما مبتكرة وخارج الصندوق زي ما ستقولي في كل الملفات اللي احنا طرحناها وان شاء الله بس احنا لما هجينا حطناها عشان نبقى صريح معاكي اتحطت شكل عنوين تمام في المقترح وبعد كده لما بيرتقل ان احنا خلاص دي المحاول اللي هنشتغل عليها وده المشروعات هنبدأ نتقدم الموضحين كمان احنا مليجي نتقدم المشروع نتقدم به بانهاليات نتقدم به بالفترة الزمنية بالموارد المطلوبة بزي ما نقول بالكيبيواز اللي ازاي هيبدأ يتقس عليها عشان خطر نقدر من حاجة زيتي طيب سيد النايب الحزب ايضا تحدث عن مشروع كبير خاص بالاقتصاد الاخضر وعلى مستوى عالي والحقيقة ان النقطة دي مهمة جدا ليس فقط محليا ولكن ايضا دوليا بالتزامن طبعا مع استضافة مصر لكوب 27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ حابة عارف من حضرتك بس ملامح هذا المشروع وازاي ستم منقشته او حضراتكم رؤيتكم ازاي من خلال منقشة هذا الملف في الحوار الوطني طيب هو الملف يعني اللي احنا بنقدر يعني نطرحه دلوقتي هو الملف دي علاقة بالهيدروجي تمام واحنا يمكن احنا زي ما احنا شايفين في الحتة بتاعت المبعثات الحربية والنهاردة احنا كنا عندنا طبعا المؤتمر الدولي للشباب وكان بيستضيف اول ملف الرئيسي بتاعه كان العمل المناخي وكمان بنجهز لكوب 27 مصر ريها الرياضة في التعامل مع هذا الملف تمام والفكرة بتاعت الهيدروجين مختلفة شوية يمكن بالوقتي هي حديثة على مستوى العالم تمام في شوية اختلافات في فكرة ان هو امكانية العمل بيها وهل النهاردة مثلا اننا همقدر نروح بيها مثلا حتى على مستوى السيارات الكهربائية انها تبدأ تشتغل بالهيدروجين لا احنا استغلينا ما هو متاح من موارد طبيعية في مصر بالاماكن اللي ممكن يحصل فيها هذا الكلام بالمرجوع على الاستثمار بشكل عامل ازاي وان ان شاء الله بإذن الله يبقى لنا الرياضة في هذا الملف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة